أمان هذا التطبيق اللي منذ بداية الجائحة الحديث عنه بأنه بساعد للشخص يعرف هو مخالط لمين إذا كان مخالط لمصاب وأيضا فيه منفعة وفيه فائدة تعود على الجميع ولكن هناك الكثير من الأسئلة ويوم أمس أكد رئيس الوزراء دكتور عمر رزاز أهمية دور هذا التطبيق في توفير الحماية للمواطنين وتنبيهم في حال مخالطة المصابين بفيروس كورونا وخلال لقاءه بحضور وزير الدولي للشؤون الإعلام لمجموعة من مطوري تطبيق أمان أعرب عن تقدير الحكومة لجهودهم اللي بتدعم الجهود الوطنية وجددت وزارة الصحة أيضا دعمت المواطنين لتحميل هذا التطبيق لنحكي أكثر عنه طبعا نتشرف اليوم ضيفتنا بالستوديو المهندسة أمال السعدي مديرة مشروع تطبيق أمان كل التحية أهلا وسهلا فيك شرفتين ونورتين أهلا أحمد شكرا لك أهلا وسهلا يعني مهندسة بداية نحكي عن فكرة هذا التطبيق شو هي ألية عمله وكيف بعمل على حماية صحة المواطنين تمام هلأ فكرة التطبيق طبعا أجت زي ما انتهى لأ حكيت أنه من مجموعة من المتطوعين قرروا أنه يستفيدوا من وقتهم في الحضر ونعمل إشي في دي البلد هلأ كانت طلعنا كتير على أبحاث عم بتصير في العالم وتفرجنا على خليني أحكي كيف الدول اللي سبقتنا في هذا الفيروس كيف تصرفت معه واحدة من الأشياء اللي كانت هاي اللي هي تريسينج للحالات اللي بتصير فأعدنا نفكر كيف ممكن نعمل إشي يفيد في البلد هون ويفيد الشعب عندنا وأجت من ضمنه فكرة أمان فكرة أمان ببساطة أنا ما بدي أحكي تيكنيكل وما بدي أعقد الأمور اليوم أنا الفيروس ممكن يعد معي 14 يوم لتظهر الأعراض خلال هدول 14 يوم لو بدي أفترض في أسوأ كيس أنه أنا طلعوه في اليوم الرابع عشر بالضبط إذا رحت على مستشفى حكومي عشان أفحص وأجلوا لي يس عندي أو طلعت نتيجتي إيجابية أول إشي رح يسألوني يا في جماعة التقصي الوبائي أنه أنا مين خالطت إحنا اليوم في عصر أو في وقت كتير مخنى مجغول في كتير أمور فإني أتذكر ماكسيموم يومين قبل كتير رح يكون صعب علي فأجد فكرة الأبليكيشن بالضبط أنه هو بيعمل لوجينج أو بيخزن المعلومات اللي أنا مثلا للمواقع اللي بروح عليها يعني أنا الصباح رحت عشغلي الساعة 9 رح حط لللوكيشن تاعي الشغل الساعة 9 كنت في هذا المكان طلعت بعديه على راديو هلا رح يكون أنه في الوقت اللي طلعت فيه اللوكيشن تاعه كل هاي المعلومات رح تكون مخزنة على الموبايل ديفايس تبعي يعني ما رح تروح عسيرفرات الصحة إلا إذا لا صمح الله أنا تعرضت لهذا الوباء وطلعت نتيجتي إيجابية أول ما أروحها وزارة الصحة رح يطلبوا مني أعطيهم هذا الفايل طبعا هو رح يكون فضلا لا أمرا يعني عادي أنا ممكن أجي أقولهم ما بدي أفيد البشرية ما بدي أفيد الناس اللي خلطتهم أنا شخص أناني ما بدي أساعد أي حدا أنا ما بدي أعطيكم الفايل حرة ما حدا رح يجبرني أني أعطيهم إياه بس إذا أنا شخص نشمي وحابب أساعد الناس اللي اللي التقوا معي وبيدي أحميهم بدل ما أروح أحط على السوشال ميديا أنه أنا والله ثلاث شخص مصاب يا جماعة من خلطني أنا رح أعطيهم هذا الملف رح يحملوا على سيرفراتهم رح يوصل لكل يعني خليني أحكي مثلا أحمد أنت منزل التطبيق وأنا التقيت معك أنت رح يطلع لك على التطبيق عندك أنه صار فيه نقطة التقاء في هذا الوقت في هذا المكان بدون اسم الشخص فأنت رح تدخل وتشوف أنه فعلا أنا كنت في هذا المكان في هذا الوقت بس بدي أقاطعك إذا بتسمحيلي قبل أن نفوت بتفاصيل التطبيق في عنا هون تعليق على الفيسبوك إحنا الآن طبعا مباشرة على صفحة الفيسبوك بهذا اللقاء من نادية بتقول أنا إجاني مسج من تطبيق أمان عن مخالطة وأعطاني التاريخ والوقت التاريخ والوقت اللي مذكور في التطبيق كان التليفون موجود بالبيت وفعلا أنا طالعة كيف صار هيك التليفون موجود بالبيت ولكن أعطاها بهذا الوقت أنه هي خالطة حلو التنبيه رح يجي في وقت التعرض للمخالطة يعني نقطة الالتقاء إم تسارت يعني أنا مثلا اليوم كنت في هلاء FM في هذا الساعة تمام الساعة 12 يمكن أنا يوصني التنبيه بعد ثلاثة أيام هذا لا يعني أنه أنا ما كنتش في هذا المكان أنا كنت في هاي اللحظة في هذا المكان هلأ في أسئلة ممكن الشخص يسألها هل أنا فعلا كنت في هذا يعني عادي ممكن تطلع له هلأ الشخص اللي بيوصله تنبيه رح تيجي زي ميتر في درجة الخطورة أنه منخفض ولا متوسط ولا عالي هذا سؤال مهم يعني كثير من الناس بتسأل على السوشال ميديا بيقول أنه والله يا عمي أنا ممكن أمرك من عند بناية معزولة فيها إصابة مؤكدة أو ممكن أمرك من عند منطقة محددة مارك طريق هل ممكن يجيني إشعار بأنه أنا خالطت وكنت موجود في منطقة فيها شخص مصاب؟ ياس هلأ ممكن طبعا لأنه أنا طبيعة الأبليكيشن هو بس بيسجل التحركات مع وقتها مع اللوكيشن استاعتها فممكن في لحظة معينة إني مثلا وقفت خمس دقيق قدام مستشفى حمزة ممكن تتخزن هاي المعلومة ويجي حدف مستشفى حمزة وتوصلني نوتيفيكيشن مع إني ما نزلت عشان هيك الشخص أول ما توصل التنبيهات لازم يسأل حاله بعض الأسئلة هل أنا فعلا كنت في هذا المكان هو رح تطلع له خريطة رح يبين له أنه مثلا موقع مستشفى حمزة رح تجي نقطة حمرة عند حمزة فور اكزامبل أنه هل رح أسأل حالي هل أنا فعلا كنت في هذا المكان إذا ياس بدي طبعا أتصرف أني أحجر حالي وأروح أحكي مع حسب درجة الخطورة أحكي مع بيعطيها تطبيق درجة الخطورة يعني نعم ومعتمدة على المسافة اللي كنت أنا موجود فيها عن الحال المؤكدة مية بالمية يعني قديش أنا كنت قريب من العمارة المعزولة قديش أنا كنت قريب من الشخص اللي ثبتت إصابته بيعطيني مؤشر خطورة ضعيف أو متوسط أو عالي خطورة مية بالمية تمام طيب هل هناك وقت محدد لتسجل هاي نقطة التقاء يعني أنا إذا مرقت من باب العمارة أو من عند الحال المؤكدة مرور عن إذا وقفت مثلا ويعني هل في وقت محدد لتعريف نقطة الالتقاء هلأ في تقريبا في حسابات موجودة في ألغورثمز مبنية بس يعني إحنا اليوم رح قررنا إنه نمشي في كنا بالأول عم نوصل الفكرة للناس إنه في تطبيق أمان ونزلوه إحنا اليوم هلأ عم نحاول إن نوصل لمرحلة إنه في إرشادهم كيف يستخدموا إذا طلعت في حالات معينة شو الأسئلة اللي يسألوها شو الأمور اللي يستفسروا عنها قبل ما يمثلا ياخد قرار إنه أنا مصاب لأنه في كتير كيسي زي ما أنت حكت أنا إذا مريت مرور الكرام من مكان أريدي عليه حظر أو عليه حجر أنا ممكن تطلع لي نوتيفيكيشن بس أنا عارفة حالي مثلا إني أنا في سيارتي الخاصة فأكيد ما كنت موجود في هذا المكان فأنا باخد ديسجن لحالي إني ما أعمل فحص أو ما أروح أو إذا كانت متوسطة الخطورة ليش؟ ما مش المفروض كتير أقل طب يعني لغاية اللحظة هاي مع عدد الحالات اللي كشفها تطبيق أمان يعني بس هيك سؤال سريع قداش عدد الحالات اللي كشفها وعدد التنبيهات اللي أرسلها لغاية اللحظة في عندكم إحصائي دقيقة ولو بتعتمدوا إحصائيات وزارة الصحة هلأ صراحة إحنا السيستم موجود عند وزارة الصحة وهم عندهم الأدق للمعلومات كعدد تنبيهات بس إحنا الفكرة الأساسية إحنا ما منعرف لمين راحت بس أنا اللي عندي علم فيه آخر يومين كان في عندنا عشر حالات أريدي أجت من تطبيق أمان إنهام كل الحالات هاي اللي تم تسجيلها يعني ولا واحد فيهم راح على مول ولا واحد فيهم راح على السوق يحنا يومين بالروح على المولات بالروح على الأسواق مائج geen tabii هل الحالات اللي تم تسجيلها مثلا ما راحت على المولات لا لا ممكن أنا أكون راحت عمول يعني أنا وصلتني كيس من أحد أصدقاء إنه كان في أحد المولات بس ممكن تكون في نفس نقطة التقاء في نفس وقت التقاءه مع الشخص اللي طالرلم صاب يعني أنت ممكن تكون رحت المول بس ما كنتش ملتقي معاه نعم هي ما رح تضلها أنه المول هو منطقة في هذا الوباء هي اللحظة اللي صار فيها الالتقاء نأكد على الفكرة الأساسية إذن فكرة تطبيق أمان هي فكرة انطلق منها مطورين أردنيين وعمل تطوع منهم خلال فترة الحظر وقدموها للحكومة إذن هي فكرتكم بالدرجة الأولى هي موجودة في كل العالم مش إحنا ابتكرناها بس هي فكرتنا كتطبيقها أنه عملنا التطبيق لإلها ونفذناها من مجموعة متطوعين كلياتهم بيشتغلوا في شركات محلية وعالمية كلهم أعطوا هذا الوقت لخدمة المجتمع وبلدنا طيب بدنا نجاوب اليوم على المشككين يعني كثير من الناس بيقول لك تطبيق أمان باخترق الخصوصية تطبيق أمان بيعرف وين بروح مبارح مساء شخص بيقول لي تطبيق أمان بحدد سرعة سيارتك وبينزل عليك مخالفي غيابي يعني الناس تقدمت في هذا المدى تبدع بموضوع ربط التطبيق باختراق الخصوصية فاليوم مدير مشروع تطبيق أمان وعضو بفريق المطورين لهذا التطبيق شو بنرد عليهم شو بنقول لهم يعني أفكار الناس والله حلوة يعني عم تطلع معهم أفكار كتير عظيمة بس لا أنا اليوم اللي بحكي تطبيق أمان هو فعليا بس بيخزن هاي المعلومات اللي انت رحت فيها على هاي الأماكن بأوقاتها بهاي البساطة بس وفي أي لحظة انت بتقدر تمحي ما حدا رح يعرف عن هذا الملف وما رح حدا يعرف إيش وين كنت أو وين رحت يعني اليوم هذا إشي بس عشان أساعدك ما تعد تتذكر 14 يوم كل ياتنا منعاني من هاي المشكلة تأتي الذاكرة أني أنا اليوم نبارح أول نبارح بقدر أتذكر بس قبلها مستعيل أتذكر قديش عدد الأشخاص اللي لازم نزلوا هذا التطبيق عشان يعمل بكفاءة ونقدر نحقق النتيجة المرجوة منه يعني إحنا حسب شوفنا الدراسات العالمية في جامعات عالمية مثل الـ MIT كان بنسبة 40 إلى 60 بالمئة من السكان على ساس يعني تقريبا نص الشاب لازم يكونوا منزلوا عشان ناخد دقة المية مية بالمية منه قديش عدد الداؤنلود اليوم أقل من مليون بشوي يعني لسه بدنا كمان أكيد بدنا أهمتكم بدنا نشكركم نتمنى لكم كل التوفيق يعطيكم ألف عافية جهود كبيرة قدمتوها لخدمة الوطن في ظل هاي الجائحة مهنبسة أمال السعدي مديرة مشروع تطبيق أمان كنت معنا مباشرة على الراديو هلو مستمعين؟ خليكم معنا فاصل موجز الأخبار وبنرجع نكمل